النهاردة في مصر رئيس الوزراء بيستعرب مع وزير الري نتائج جولة مفاوضات كنشاسة حول سد النهضة وزير الري قاعد مع رئيس الوزراء المصري ولمتابعة اخر المستجدات واستعرب معاه كل حاجة وقال الدكتور محمد عبدالعاطي قال ان النتائج جولة مفاوضات العقدة في كنشاسة حول سد النهضة لم تحقق اي تقدم ولم يتم التوصل الى اي اتفاق حول اعادة استقناف المفاوضات اساسا حيث رفضت اثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتها المصب التي تستهدف اعادة اطلاق عملية التفاوض مرة تانية يعني هو اساسا مش عادش عايز يسمع سعيا للوصول الى حلول القضايا هو مش عايز يسمع اي حاجة خالص ولا اي اقتراحات اما ان تقبلوا باللي انا بقولوا واما ما فيش الكلام بكله وزي ما حضراتكم عارفين انهم صرحوا في اتيوبا ان هم بيفكروا يبيعوا المية بعد كده وان دي بتاعتنا وان ما فيش حاجة من الكلام ده كله وده اللي رد عليه الرئيس هفتاح السيسي عدة مرات في الايام الماضية